موسيقى 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 مشاهدين طبعا متواصلين معاكم فقرات صباح الشارقة مستمرة على الهواء مباشرة مشاهدين وجود الكثير من النظريات المطروحة لمعرفة مشكلات أمراض اللحمية والتهابات الجيوب الأنفية تظل هذه المعانا لدى الكثير مننا وتظل مشاهدين من الأمراض المستمرة التي قد تصيب الإنسان الحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع نرحب بالدكتور زياد كردي علي إخصائي أو اختصاصي أذن أو أنف وأذن وحنجرة صباح الخير وحياك الله معنا دكتور حياك الله دكتور صباح الخير وصباح الرحمن الرحيم أحييكم أولا على الموزايك الجميل ومنوع فيما يتعلق موضوع اللحميات الحقيقة إلى تسميات عدة اللحميات الناميات اللوزة الأنثية أو لوزة الأنف الحقيقة هي جزء من الجهاز المناعي الموجود بالجسم صحيح وظيفته أول شيء توضع الحقيقة يتوضع بقعر الأنف لذلك يدعى بلوزة الأنف يبدأ تشكله عادة بالشهر الثالث من الحياة الجنينية ويكتمل تقريبا بالشهر السابع بعد الولادة وظيفته العظمة العظمة بتبلش من عمر السنة ونص تقريبا وظيفته الأساسية كجهاز مناعي بيقتنص وبيتعرف على الجراسيم والمحسسات الخارجية من أغبرة وميكروبات وفيروسات وبيرسل إعازات للجهاز اللنفاوي الجسدي الجسمي بتكوين الضاد ومشان موضوع مناعة الجسم أحيانا ضخامة اللحميات تؤدي إلى مشاكل أو تكون مفرطة الضخامة تستدعي مراجعة الطبيب لإزالتها جميل دكتور قبل أن أبتدي شوية في الأشكال العلاجية ونواحة وطرق العلاج الحديثة دعونا نتكلم شوية عن كيف الإنسان يعرف كيف هو مصاب بالالتهاب ما هي الأعراض ما هي أعراض وجود اللحميات أو الزوائد الأنفية التي تستدعي مراجعة الطبيب خاصة بالنسبة للأهل الحقيقة ملاحظة الأهل عدة نقاط مهمة جدا في معرفة تشخيص موضوع اللحمي ليلا التنفس الفموي مهم جدا الشخير الدرولينج بيسموه أو سيلان اللعاب من الفم قلة النوم بيسبب قلة النوم أحيانا من مشاكله الميل للنعاس بأثناء النهار آلام الإدن المتكررة أو التهابات الإدن متكررة مفرزات سيلانات الأنف كلها عوارض هذه عوارض تلفت نظر الأهل تستدعي مراجعة الطبيب نعم يعني ذكرت دكتور مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية اللي ممكن أن تصاحب اللحمية هل ممكن أن اللحمية تأثر مثل ما أذكرت أنا هي ممكن تأثر على الأذن كيف ممكن تؤثر على الأذن الوسطى من ناحية الالتهاب؟ هلا مثل ما أبين بالمصور التشريح عنكم التوضع اللحمية بمستوى بيسموه قناة أو نفير أوستاكيوس أو أوستاشين تيوب اللي هي قناة التهوية للإدن الوسطى ضخامة اللحمية مع التهاب المتكرر تؤدي إلى انسداد هذه القناة عند الأطفال فتؤدي إلى عدم تهوية الإدن الوسطى وبالتالي التهابات المتكررة وحدوث ما يدعى بالتهاب الإدن الوسطى المصلي أو انصباب سائل بالإدن الوسطى عند الأطفال ما يؤدي إلى مستقبل نقص سمع نعم وهذا يحتاج طبعاً لمراجعة الطبيب الأخصائي اللي يتدير هذه الحالة جميل ضخامة اللحميات لا شك في عنا شغلة يسمى سحنة الناميات أو سحنة اللحميات نعم يبقى الطفل عنده تبارز بالفك ضمور بالفك العلوي ضمور بالفك السفلي تراجع الفك السفلي يبقى عنده سحنة جامدة الحقيقة يبقى عنده من مشاكل وجود اللحميات عن مختلاطات وجوده وعدم تدبيره بالمناسب نخر الأسنان المتكرر التنفس الفم يؤدي إلى فتح الفم بشكل مستمر والتهابات البلعوم متكررة والتهاب الطرق التنفسي العليا بشكل كبير دكتور يعني متواجدة بشكل كبير يمكن الواحد يقوم الصبح ويحس باحتقان وما يعرف ليش يالاحتقان مع أنه يمكن أكثرية يقول نحن نشرب باردة أو شيء ولكن بسبب التضخم الإنسان تنسد عنده مجرى التنفس فبالتالي يتنفس الهواء الجاف يصبح تنفسه عن طريق الفم هذا بالنسبة لموضوع الكبار لكن بالنسبة للأطفال بالمناسبة بأي طفل في العالم يوجد معه لحميئين هذا طبيعي كونه الجهاز المناعي يوصل لأوجه بين السنة ونصف سنتين لحتى سبع سنوات لكي موضوع الزاكرة المناعية مثل ما ذكرنا يبدأ يدمر عادة بعمر 14-15 سنة لكن خلال ممارسة طويلة شفنا الحقيقة ناس عمرهم 25-30 سنة وعندهم لا زال بقايا لحميئين يعني في حال ظهور مثل هذه الأعراض اللي ذكرتها دكتور في البداية نتكلم عن نقطة مهمة اللي هي التشخيص كيف يتم التشخيص لأن في فصل الصيف أو حتى في فصل الشتاء كثير من الناس يعلمون الإنفلونزا وهذه الأعراض تكون يعني عند كثير من الحالات حالات الإنفلونزا أو التهاب في الأنفلتهاب احتقان أو التهاب حتى في الوز هلا مثل ما ذكرت لك في شغلة اسمها سحنة الناميات إذا بدك موضوع التشخيص بالنسبة للأهل موضوع اضطراب النوم قلة النوم تنفس فموي الشخير توقف النوم تنفس أثناء الليل هذا يهمنا الأهل ضعف الشهية للأكل اضطرابات التكلم والنطق هذا بالنسبة للطبيب لا شك فيه طرق للتشخيص إما بتنظير مباشر بنسميع عبر الأنف من خلال مناظر خاصة أو عبر الفم ومنستعين أحيانا بالأشعة ومنقيم حجمها بأي مرحلة هي درجة أولى ثانية ثالثة رابعة نعم ويبين معنا طريق الهواء ويا ترى بيمشي الحال بالعلاج الدوائي أم لا يجب التداخل الجراحي جميل وبهل خضم هذا لا شك منقيم موضوع السماء عند الطفل بكل طفل عنده لحميات أو نامية نعم دكتور نتكلم عني إجراءات عملية إزالة الناميات في سن كم مثلا هل في عمر مبكر أو هل الحقيقة موضوع العمر المناسب لإزالة اللحمية إلى علاقة بضخامتها كثير لكن عادة فوق السنة سنة وشهرين سنة ونصف من بفكر جديا بإزالة اللحميات هل هناك مضاعفات دكتورية تمتد الفترة حتى العشر سبع لعشر سنوات مضاعفات السقصال اللحميات من ناحية المناعية تحسين تقول صفر لأنه هي جزء لا يشكل صفر فاصة صفر واحد بالمئة بالألف من موضوع الجهاز المناعي ككل مثل الزائدة الدودية اللي هي كمان بسموها لوسط البطن عنصر مهم ودفاعي لكن إذا أصبح بسبب مشاكل يجب أن نستقصل من ناحية المناعية كما حكينا ما له أي تأسير ضار من ناحية اختلاطات كعمل جراحي بعد استقصال اللحمية الحقيقة يعني خلال 35 سنة عمل يعني ممكن حالة نزف بيصير بعد الاستقصال اللحميات بيصير في التهاب أحيانا بعد اللحميات بيصير شوية التراكم مفرزات وسعال بعد استقصال اللحميات لكن هذه الأمور نادرة الحقيقة بالطرق الحديثة بالاستقصال هذه الأعراض الجانبية الأثار الجانبية للعملية تعتبر طبيعية طبيعية جدا جدا ونادرة الحقيقة يعني كم تستمر تقريبا يعني إذا ما حدثت هل عادة تعمل عملية اللحمية الطفل تاني يوم غالبا بيرجع لأكله الطبيعي ونشاته المعتاد بيصد 99.99 يعني هذه نقطة مهمة أعتقد لأن كثير من الأموات يخافون من أن والدهم يجري مثل هذه العمليات يقولون لا بعده صغير وما يعرفون إذا هو كبر ممكن أن اللحمية هذه تأثر عليه وتزيد وجود اللحمية الضخمة غير المعالجة عن طفل تؤدي إلى تشوهات بالفكين مثل ما حكينا وتطاول الوجه صغر فتحة الأنف ارتفاع شراع الحنك غبوط اللسان تراكب الأسنان ضغط ضمور الفك السفلي إذا لم تعال بسبب التنفس الفموي بالشكل الدائم تؤدي إلى تشوهات بفترة تكون عظام الطفل فتبقى هذه السحنة ملازمة مدى الحياة صحيح فموضوع الحياة كثير مهم وحساس بتدبيره بشكل مناسب نعم طبعا دكتور كثير من الأسئلة نحن ما نسألك عن بخصوص طبعا اللحمية دائما نحن نشوف الأطفال حتى بعد ما يشلون أو يجرون مثل هذه العملية بعد فترة نشوف الأعراض تزيد أو ترد الأعراض فهل اللحمية هنا ترد ولا لا الحقيقة اللحمية ممكن ترد ببعض ظروف خاصة أولا إذا تم استقصالها بشكل باكر قبل عمر السنتين ممكن ترد نعم اثنين الأطفال اللي عندهم حالة حساسية نحسوس هذا شيء رباني الحقيقة أو التهابات طرق عليا متكررة التهابات رشح انفل ونزا متكرر أو الأطفال اللي عندهم الحقيقة يسموه الجيرد أو الارتجاع الحامضي اللي بيخرج منطقة البلعوم بشكل دائم يهيج المكان فتؤدي إلى نمو بقايا اللحمية البسيطة الموجودة التي لا ضائرة من بقاءها أصلا أنت وقت تشيل اللحمية لا تشيلها بالكامل إلا فيما ندر فبقايا بسيطة مع هالمسببات مع العمر الصغير بالاستئصال قد تنكس مرة أو مرتين أو ثلاثة هذا أمر عادي وبقاء بعض اللحميات بسيطة صغيرة بمنطقة البلعوم الأنفي أو النيزوفارنكس لا يؤثر الحياة بالعكس مفيد فممكن ترجع تضخم لكن عادة وقت تعملي عملية اللحمية للطفل أمره خمس سنين ست سنين ما عنده تربة تحسوسية ما عنده ارتجاع حامضي ما عنده التهابات أنفل ونزا متكررة أوشي فغالبا ما بتنكس يحتاج الطفل اللي يجري هذه العملية إلى دوة معين مثلا لفترة معينة يأخذ ويلتزم عليه إذا ما في عنده عناصر مؤهبة للنكس كالتحسوس أو الجيرد اللي حكينا عليه أو التهابات المناعية يعني في المناعة الالتهابات متكررة كالوقاحات أوشي ما بده أي علاج للحياة يعني أهم شي بالنسبة لموضوع اللحميات عندنا إذا كان حجمها مثل ما يقولوا ربع تلت تلتين البلعوم الأنفي ممكن لغض النظر عن علاج الجراحي والاكتفاء بموضوع بخاخات كورتزونية بسيطة الماء والملح كثير مقدس ومهم بتنظيف الأنف وغسيل الأنف عند الأطفال بتخفف تهيج وانتفاخ اللحمية حتى عند الكبار نفس الطريقة دكتور عند الكبار برضو باللي عندهم التهابات جيوب أنفية متكررة طبعا الكبار ما عندهم اللحميات مثل ما حكينا نسبة 99% بعمري وعمرك ما في عندهم اللحمية لكن عندهم قد تكون ضخانات قرينات أو انحراف حاجز أنفي يؤدي إلى تراكم مفرزات يؤدي إلى التهاب الجيوب فالماء والملح كثير مفيد لك حتى بالكبار دكتور نتكلم عن الأشكال الدوائية والعلاج جراحي واليوم كذلك التطور هل يتم إجراء العملية بالليزر أو التقنيات الأخرى؟ أو هو جراحي؟ الآن العمليات بالنسبة لموضوع اللحميات كانت ولا زالت عملية التجريف البارد هو الأفضل الآن دخل التقنية الجديدة يسموها الكوبليشن أو الكولد أبليشن هي برعا تعتمد على تشريط شارط السوديوم والملح شارط السوديوم والماء بالجهاز يعمل على تبخير هذه اللحمية موضوع الليزر الحقيقة ما صبت جدواه ولم يستعمل ولم تستعمل إطلاقا كليزر لكن إذا المقصود فيه الكوبليشن أو الكولد أبليشن الحقيقة الكوبليشن هذا جهاز جيد وصار متوفر عندنا بالشارقة في مراكز عديدة منها عندنا في مشفى جامعة الشارقة وتتم في عملية تجريف إزالة اللحميات كم تقريبا كم مدة العملية؟ يعني ممكن قل لك ثلاث دقائق إن شاء الله خمس دقائق وقت قياسي إن شاء الله أحيانا إذا ضخمة أو منحشرة في القسم العلوي بالكوينة ممكن تأخذ فترة أطول حية ممكن نستعين بمنظار عبر الأنف لتحديد موضوعها إذا المناطق المرتفعة من اللحميات لم تصلها يد الجراح من خلال الفم تختلف لكن عادة بشكل تسعين خمس وتسع ممية ما بتأخذ أكثر من ثلاث دقائق نعم يعني أقل من خمس دقائق يعني هذا إنجاز يعتبر في العالم الطبي وخاصة في هذا المجال يعني وكثير من الأمهات اليوم يخافون يعني من إجراء العمليات اسم العملية تخوف عملية الجراحية لكن مع تطور التقني والتقنيات الحديثة اللي يوظفها الطب في هذا المجال أكيد بتسهل يعني على المختصين في هذا المجال وعلى الأسر بعد نفسهم لكن لو نتكلم شوي بعيد عن العمليات الجراحية هل هناك أدوية ممكن أن تساعد في علاج اللحمية؟ مثل ما حكينا تصنف اللحميات على حسب حجمها إلى قريد أربع قريدات أربع درجات دوماً القريد الأول اللي هو يشغل ثلث الحيز في منطقة النيزوفرنكس البلعوم الأنفي غالباً علاجه دوائي القريد اللي هو ثلثين تقريباً ممكن على حسب إذا ما كان بعيد على أستاشيان تيوب معامل شخير متكرر أو فيه تربة تحسسية ممكن علاج دوائي لكن إذا كان قريد ثري أو فور سادز كامل حقيقة هذا يجب التداخل الجراحي مثل ما حكينا الإدوية المساعدة أهم شيء الماء البحر الماء الملح هذا أفضل حل على الإطلاق أحياناً العوامل المساعدة الأخرى مثل إذا عنده الطفل تربة تحسسية أليرجيك راينايتيس أو ربو بالمناسبة إذا لم تعالج اللحمية تفاقم حالة الربو عند الطفل وما بيستجيب لعلاجه نعطي كمان مضادات التحسس المختلفة الأنتيستاميز للطفل ممكن نعطيه موضع عن طريق الفم بس بيبقى غسولات الأنف بالماء والبحر ماء الملح هو الأفضل بهك حالات إذا في عنده جيرت بتعالجي بمصبطات إفراز الحمض للمعدة لأنه من المهيجات ومن الخريشات إذا في عنده ضعف مناعي أريدك تعطي لقاحات خاصة بكل انفلونزا بي أليف زاد سؤول جميل دكتور بعد شوي عن اللحمية تتكلم عن التهابات الجوب للكبار كذلك فيه ممكن إذا صار فيه تضخم هل ممكن إزالتها جراحياً وتختلف الأدوية ما بين الناميات أو اللحميات ما بين التهاب الجوب ولا هو نفس الدواء يعني إذا كان كورتيزون أو الأشياء هذي اللي تستخدم على مدى كورس أو مدة معينة هل هو الحقيقة ثقافات الشعوب تختلف ولهجات الشعوب تختلف كلمة اللحمية يطلق أحياناً فقط على موضوع الناميات أو الإدرس بالأوم الأنفية نعم وفي بعض مناطق تطلق كلمة اللحمية على كل زائدة موجودة بالأمف نعم فقد يقصد بها أحياناً ضخامات في القرنيات الأنفية بيسموها لحميات أو وجود بوليبات أو سليلات أنفية نيزل بوليبس كمان بيسموها لحمية انسداد الآن بيقول له عندك لحمية التهابات الجيوب عند الأطفال شائعة جداً ببقاء اللحمية بسبب تراكم مفرزات ونمو الجراسيم وعدم تنظيفها بشكل جيد عند الكبار مثل ما قالنا موضوع اللحمية إذا ما أصود فيها انحرافات الوتيرة أو ضخامات القرنيات تؤدي التهاب الجيوب الأمور تقدر بقدرها أحياناً إذا انحراف وتيرة بسيط حاجز الأنفية انحرافه بسيط مع ضخامة قرنيات متوسطة مثارة بمثلاً مكيفات الهواء أو تبدل الحراري أو التحسس تعالج دوائياً بيمشي الحال أحياناً إذا كانت الضخامة متليفة وشديدة وسادة ويشكل المريض الكبير حتى من انسداد النفس وعلى طول يتنفس بالعمور حلق وناشف وشفايف وناشفة ويشرب ماء هذا لا شك يحتاج إلى تداخل جراحي لفتح طريق الهواء وتنفيذ فتحات الجيوب الوجهية أو الجيوب الأنفية جراحية جميلاتك العافية دكتور زياد دحن قبل أن نخدم الفقرة نوفمونك نصيحة توجهها لكل أسرة عندها طفل يعاني من الجيوب العنفية أو حتى الطفل أجرى هذه العملية كيفية الوقاية لتجنب طبعاً ظهور اللحمية مرة أخرى موضوع التدخين في المنزل مهم جداً مخرشات ومؤديات تؤدي إلى انسدادات الأنف عند الطفل والتحسس الأنفي موضوع تبادل موضوع الغبار مهم جداً موضوع التكيف في المنزل كمان التبادل الحراري بين الحرارة خارج 50 والحرارة داخل المنزل 20 كمان ممكن يعمل أذية ورد على الأخشية المخاطية الأنفية تعزيل المكيفات وتنظيفها بشكل دوري كل أسبوعين ثلاث مهم جداً الفلاتر لأنه ممكن تكتنز أو تمتلئ بفطريات أو مواد تؤدي إلى حساسية الأنف يجب مراقبة هذه بالنسبة للوقاية يجب مراقبة الطفل جيداً أثناء النوم إذا عنده فتح فم أثناء النوم شخير يوجد الولد عدة مرات بالليل بسبب كوابيس أو قلة النوم يوجد تأخذ دراسة عنده بالمدرسة طول نهار نايم معتها ليس شبع النوم بشكل جيد هذا يستدعي مراجعة الطبيب الحقيقة ملاحظة خياتك العافية دكتور أكيد على هذه المعلومات القيمة و شكراً لوجودك معنا في صباح الشارقة الله يسلم كل شكر و التقدير للدكتور زياد كردي علي اختصاصي أنف أذن و حنجرة من مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة مشاهدين فقرات صباح الشارقة مستمر عليهم بشرة مجموعة من أكيد الأخبار المنوعة و السريع بعد الفاصل قم معنا